على خلفية تدهور الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة وبحثاً عن أمان بعيداً عن أجهزة الاستخبارات والسياسات وانتهاكات النظام التركي تتزايد أعداد المهاجرين الأتراك نحو دول الاتحاد الأوروبي وفق ما تؤكد تقارير إعلامية وحقوقية الشرطة الألمانية الاتحادية المسؤولة عن أمن الحدود قالت في تقرير إنه تم رصد ما مجموعة 12321 مواطناً تركياً حاولوا الدخول إلى ألمانيا بطريقة غير شرعية في الفترة بين كانون الثاني يناير وأيلول ستمبر من العام الجاري مضيفة أنه من المتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 20 ألفاً بحلول نهاية العام وبحسب تقرير الشرطة الألمانية فإن نحو 25% من من ألقي القبض عليهم هم من الأطفال دون سن الرابع عشر بعد أن كانت نسبتهم إلى المهاجرين خلال العام الماضي لا تتجاوز 9% مشيرة إلى استمرار الزيادة في أعداد المهاجرين الأتراك عبر الحدود النمساوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري صحيفة زمان التركية كشفت من جانبها في تقرير أنه تم اعتقال أكثر من تسعة آلاف مواطن تركي يحاولون الدخول إلى ألمانيا عبر الحدود دون وثيقة سفر رسمية خلال عام الفين واثنين وعشرين وذلك بعد إلقاء القبض على أكثر من الفين كانوا يحاولون دخول ألمانيا خلال عام الفين وتسعة عشر يشار إلى أن النظام التركي يواجه انتقادا متواصلا من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب مواصلة حملة الاعتقالات والملاحقات وقمع الحريات إثر محاولة الانقلاب المزعوم حيث تم اعتقال أكثر من ثمانين ألف شخص وإيقاف أو فصل أكثر من مائة وخمسين ألف موظف فبدأت من حينها موجات هروب للأتراك من البلاد ترجمة نانسي قنقر